مع راديو وتلفزيون الحياة نقدم لكم أهم أعمال الإزاع المصرية والتلفزيون زمان من التمسيليات الإزاعية الرائعة أسعد زوجين بطولة الفنان الكبير أبو بكر عزة حيرية أحمد زوزو نبيل تأليف أحمد حلمي وإحراج مصطفى أبو حطب أتمنى لكم الاستمتاع الدائم بما تقدموا قناة راديو وتلفزيون الحياة علو مين ماما صباح الخير يا ماما لا أبدا ولا حاجة أنا كنت بوضى بالفطر لمتحت لا لسه لسه مفطرش أنزل أنزل روح فين إيه هو النهاردة أول يوم في الأوكازيونات دينا فاكرة الجمعة اللي جاية إمتى دلوقتي لا بس أنا أصلي لسه بوضى بالفطر لمتحت عارفة أنه يقدر يفطر لوحده لكن لا 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 مش كده يا ماما أصلي أصلي فقى النهاردة عيد جوازنا طب ما تخليها بعض الدهر طب حاضر أنا حكون جاهزة إن شاء الله مع السلامة صباح الخير يا سام صباح الخير حاف كده؟ آآآ صحيح دنا أنا كنت ناسي النهاردة عيد جوازنا كل سنة وأنت طيبة يا ستي وانت طيب يا ماتحب أنت عارف النهاردة بقى إنك كم سنة متجوزين؟ سبع سنين أيوة يا ستي فاتوا السبع سنين الخفيفة وحنبتدي في السبع سنين الكبيسة وكبيسة ليه بقاه؟ هو يعني كونس من تلي كم كيلو كده تبقى كبيسة؟ معلش الله يسامحك قعد الفطر يا طارع عملنا إيه على الفطار النهاردة؟ بسم الله إيه ده؟ بيت باللحمة المفرومة؟ هو كل يوم لازم نفطر بيت باللحمة المفرومة؟ الله، مش أنت اللي قلتلي إنك بتحبها؟ مرة مرة من سنين وفاتت يعني لوحد ما يجيش عليه يوم ويدداي من كل شيء؟ حتى من مراته مش كده؟ أنا لو كنت منك أسكت وما تكلمش خالص فأنا يعني الأيام دي بتكلم خالص؟ ده أنت حتى ما بتحاولش تسمعني؟ بقى كده؟ اسمعي بقى شوف أم أقول لك أنا ايه؟ والعليه المهاردة عيد جوازنا؟ أيوة عيد جوازنا السعيد فضلي فضلي يا سيدي إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده عيد جوازنا إزازة ريحة تاني؟ مش دي اللي أنت بتحبيها؟ كنت بحبها إنما يعني تهديلي في عيد ميلاد إزازة ريحة في عيد جوازي وفي عيد الصغير وفي العيد الكريم لا 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 من بابلك في عيد الكبير اللي فات أنا جبتلك جواز شرباط عشان جبتهم الأوكازيون مش كده؟ يعني إيه؟ عايزة تقولي إن أنا بخيل؟ ها لا يا سيدي أنا مش بخيل أنا كمان أصل في الحقيقة ما أقدرش أدفع أكثر من كده ما تقدرش تعدفع أكثر من كده؟ إزازة ريحة بخمسين قرش وإنت نحوش في البنك ميك نيه؟ ما أنت عارف أنا محوشهم عشان إيه؟ محوشهم عشان أشتري بيهم بضاعة للمحل للمحل، للمحل، بقالك سبع سنين دلوقتي وإنت عملت ابني في المحل وتهد فيي أنا كنسه وغسله ومسحه وطبيخ يا راجل، يا راجل، ده إحنا البيت الوحيد اللي في الشارع اللي ما عندوه شغالة طيما أنا بساعدك في غسيل الصحوم ده أنا الوحيدة اللي ما تكسدش بقالي خمس سنين، الست الوحيدة اللي عايشة في البقل والتقريط والعكننة وانت فاكرة يعني إن أنا مبسوط من التقريط ده؟ أنا رأخر مدقية أكثر منك، لكن اعمل إيه؟ بابني للسنين اللي جاية ما تجيبش سرياتهم اعمل معروف، خلينا نتكلم في حاجة أحسن من كده أيوه، خلينا نتكلم في الزواء واللبس والعقود والحلقان، مش ده اللي حضرتك بتفكري فيه؟ ليه ما تفكريش في حاجة تانية؟ ليه ما تفكريش في حاجة تانية تعملهن على الفطار بدل البيت باللحمة المفرومة، بيت باللحمة المفرومة، بيت باللحمة المفرومة، ده أنا بقيت عجة حرام عدد، ما تشوفي مين اللي عمال يضرب في الجرس ده؟ دي ماما بس، تبقى كاملة، يعني يا رابا، هو إحنا نقصين عكنا أهلاً، 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 فضاء يا ماما، فضاء يا ماما، فضاء يا أهلاً بوالك لسه ما تبسيش يا بنتي ولا إيه؟ حالنا هو يا ماما، حالاً صلاح الخير؟ يا سعي الصباحك يا حماتي الله، يا منتي شاهلة شوية، أنت مش عارفة الأوكازيونات والزحمة اللي بيبقى عليها يا ضنايا؟ ولا يعني عايزانا نروح ما نلاقيش حاجة؟ ده أنت يا حصرة ما اشترتش حاجة إلا من الأوكازيونات؟ إيه ده بقى؟ إيه إزازة الريحة دي؟ جايبها منين؟ بهدية من متحد بمناسبة عيد جوازنا آه، إزازة الريحة؟ إيه؟ هتقولي عليها إيه؟ ده يا ابني بيوزعوها ريكلمات ريكلمات يا ماما؟ أيوة يا بنتي، وما حدش بيرضى ياخدها كمان، أنت يا أخي ما لقيتش حاجة غير تهديها بيها إلا إزازة الريحة المهببة دي؟ ده بقى اللي موجود يا حماد، بقى ليش يا بنتي؟ إسمتك كده هتعملي إيه؟ إيه اللي بتحطيه على دماغك ده؟ ده الإشرب يا ماما؟ يا لهوي، حيطة الخرقة دي بتسميها إشرب، يا بنتي اشتري لك واحد تاني، بقى له عندك كم سنة؟ من يوم ما تجوزنا؟ انا متجوزين من سبعة سنين بس، يعني لسه جديد، تسمح تديني خمسة جنيه يا متحت؟ ليه؟ خير، إيه؟ خمسة جنيه إيه؟ ليه؟ إيه؟ علشان أشربهم أشرب، بخمسة جنيه؟ الله، زي ما يطلع يا أخي وأنا هرجع لك الباقي آه، 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 أصل الحقيقة بقى أنا حطيت كل فلوس مبارح في البنك، إذا كنت تحب تستني لغاية منزل البلد وأسحب لك إرشين بلاش، بلاش، مش عاوزة، مش عاوزة، أنا محوشان لي إرشين في الحصالة، أما روح أشوفهم يطلعوا قد إيه؟ خلي اللي أنت محوشاهم دول يا بنتي يمكن انفعوكي وقت زن أه؟ أنا يا خيال اللي حشتريلق لإشرب، قومي يا بنتي قومي تاني يا سام، يلا يا بنتي، ما تضيعيش وقت راديو و تلفزيون الحياة راديو و تلفزيون الحياة أنت متأكد يا دي يا صونقور أنه مفيش حد في البيت؟ متأكد قوي يا معلم، بس أنت خاركت مع مها من شوية، وجودها خارك بعد منه، وركب عربية مع واحد صاحبه، أنا كنت واقف مرائبهم من الصبح ما تشوف يا هات حد موجود في الشاقة ولا لا؟ ما بقولك مفيش حد يا معلم؟ طيب خلاص، نويلني إيدك يا مساهل شرفت الشاقة يا معلم هافل بقى شباك أوه شوف حد كده في المطبخ اللي هناك ده؟ ما فيش حد يا معلم طيب يلا بقى أشوف شغلك، دور في الدوليب اللي جوه، وأنا هدور في الدوليب اللي هناك واجب يا معلم على كده البيت فضل فاضي لمدة ساعتين؟ أيها يا حضرة الزابط، أنا خرجت أشتري حاجات مع ماما، وافتكر متحد جوزي خارج بعدي مني على طول الظاهر عليهم سرقوا كل حاجة، وما سولوكوش إلا الفواتير يا سهام على العموم، الشباك ده كان أي واحد يقدر يفتحه بسهولة وسرقوا إيه تاني يا حضرة الزابط؟ الحقيقة السؤال ده أنا أسأله لسهام هانم، بس ظاهر أنهم ما خلوش حاجة في البيت ما فتحوهاش فتحوا كل الأدراج والدوليب، ورموا كل حاجة فيها على الأرض، ده زي ما يكونوا كانوا بيتخنقوا ده لازم يكونوا تجننوا لأن نقبهم طلع على شهونة وكمان كسروا الحصالة وخدوا اللي فيها هي كان فيها كام؟ أنا آخر مرة عدت اللي فيها كان فيها تسعين قرش هي حصرة تقدر حضرتك تديني فكرة عن قيمة الحاجات اللي تسرقت الحقيقة أنا، يعني هم مش كتير يا حضرة الزابط ولما نخليهم كتير يجرى إيه مش جايز يطلعوها في الجرنان جرنان؟ هم هم هيكتبوها في الجرنان يا حضرة الزابط؟ جايز، أصلا أميرة كانت موجودة في مكتبي ساعة حضرتك ما كلمتيني في التليفون فطبعا عرفت، ويمكن تمر عليكم تاخد منكم كلمتين أميرة مين؟ أميرة صالح، المحررة بمجلة الأيام والظهر أنهم محتاجين لأخبار جديدة علشان ينشروها في المجلة على كل حال يا هانم، احنا هنعمل كل جهدنا متشكرة قوي يا حضرة الزابط وحنتصل بك إن شاء الله أول ما نحصل على أي شيء متشكرين قوي يا حضرة الزابط عن إذنكم مع السلامة فهر مع السلامة إيه ده؟ إيه انتر أخرى؟ لازم تحبك إيها وتقولي تسعين إيه؟ شش، طب وفيها إيه يا مام؟ مش هو ده المبلغ اللي نسرق صحيح؟ أيوة لكن عجبك الفضيحة اللي هتطلع في الجرنان؟ عارف حيكتبوا إيه؟ أنا حقولك هذا الصباح بينما كان منزل الأستاذ متحت خاليا إذا اقتحمه بعض اللصوص محاولين سرقته ولكنهم لم يجدوا شيئا يستحق السرقة وكل ما سرقوه هو بعض المصغات الرخيصة المقلدة مش معقول ينشروا حاجة زي كده جايز، جايز الكلام مش هيكون هو بالظبط يعني كده لكن المعنى هيكون واحد وخدي بقى ترياءة من هنا ورايح إيه زي يا ماما بس؟ استني اسمعي بس اللي هيقولوه ما أنا حكملك هو ولقد كسر اللصوص حصالة صغيرة وسرقوا منها بعض القروش التي كانت سهم هانم حرم الأستاذ متحت تقتصدها لتشتري منها فستانا جديدا لأن فساتنها قد تمزقت وهي أيضا لا تملك معطفا واحدا ولا حتى كفاية بقى كفاية بقى يا ماما أرجوك كفاية ايه مالك بتدايق عليه ما هو ده اللي هيكتبوه تقره كل الناس وتعرفه لازم تتعوجي عليه أنا عارفة عارفة يا ماما عارفة من صلاة النابي ولما انت عارفة سكت ليه بقى لك سبع سنين ما سيبتهوش ليه؟ أسيبه؟ أه تسيبيه لكن لكن ده احنا سعدة يا ماما الكلام ده كان من سبع سنين فاتوا بص النفسك دلوقت شوف انت بقيت ايه؟ على العموم انت حرة عقلك فراسك تعرفي خلاصك خليكي قعدة في الفقر يا أختي خليكي وما تنسيش بقى كمان لما تجيلك المحررة بيقوللها سرقوا منك تسعين قرش أنا ماشية صباح خير أهلا وسهلا أهلا وسهلا هو ده مش ممزل الأستاذ متحك؟ أيه هو طيب أنا جاي علشان أخد بعض المعلومات عن السرقة هو مش حضرتك برضو حرم الأستاذ متحك؟ أيه بس أنا مشغولة قوي دلوقتي طب اسمحيلي الأول أعرفك بنفسي أيها تفضل أنا أميرة صالح المحررة بمجلة الأيام وكنت محتاجة لبعض المعلومات علشان أنشرها في عدد بكرة أيها بس السرقة دي مش حاجة مهمة قوي علشان تطلع في بورنان مش مهمة إزاي يا هاني ده أنا شايفة أن القضى يا هاني من عكشة خالص ده لازم فتسل بيت حتا حتا على الأموم الحمد لله إن حضرتك ما كنتش موجودة وإلا كنت تخضيتي ودلوقتي بقى تسمحيلي تعودي وتستريحي علشان نقدر نتكلم مع بعض مع أصلي أنا خلاص قلت كل حاجة لحضرت الزابط عارفة عارفة لكن اللي قلتهوله غير اللي حتقولهولي أنا أصلي فيه تفاصيل صغيرة قوي ما تهمش البوليس إنه يعرفها لكن تهم المجلة علشان كده مش هسأل حضرتك أسئلة أنا هخليك تتكلمي وأنا هسمع بس أرجوكي أرجوكي ما تخبيش عني أي حاجة أبدا اتفضلي اتفضلي تتكلمي الحقيقة اللي حصل إن الحرامية دخلوا الشقة وإحنا مش موجودين وسرقوا شوية حاجات كده طبعا طبعا ما أنا عارفة كده لكن هو ده كل اللي حصل أيوة أيوة يا هانيب لكن مفيش حاجة غريبة كده حصلت الحاجة الغريبة إن دي أول مرة نتسرق فيها طب مفيش حاجة عزيزة عليك سرقوها كده مثلا لا مفيش يعني أقدر أقول إن الخساير كانت بسيطة أم لا مفيش حاجات خطونا إن الخساير كانت بسيطة لكن كان في حاجت تانية آه فهمت ؟ أصدى حدرتك كان في حاجات تانية ما أخذوش بالهم منها ما أخذوش بالهم منها آه هو ما نصبوط كانت نصبوط حاجات قيمة يعني ذات قيمة مش كده اه طبعا كان فيه مبلغ كبير محطوط قدامهم على المكتب اه ده ده الخبر الكويس والمبلغ ده كان قد ايه هو كان يعني مبلغ كبير بس يعني مش عارف قد ايه بالزبط لكن يعني ما يقلش عن ميك نيه كده هو لكن ده مبلغ كبير قوي علشان الواحد يسيبه على المكتب اصلي 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 جوزي دايما يحب يخلي فلوس في البيت ولو اني يعني انا مش موافقة على كده لكن هو بيصمم اه يمكن كان شايلهم علشان حاجة معينة بالذات اه اصلي الحقيقة ان النهاردة يعني كان عيد جوازنا السابع اه الف مبروك الف مبروك اه جوزي بقا كانwe كان حاويز يجيب لك هديه مش كده من هو يا سلاء دي قصا جميلة ولطيفة قوي صحيح طبعاً، ده احنا نقدر نكتب فيها عمودين بحالهم اللصوص يغفلون عن سرقة هدية زوج لزوجته في عيد زواجهما السابع سام 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 يا سام ايه ده؟ من اللي خد صورتي من البرواز؟ يا سلام للدرجات دي مش طيقة تشوف صورتي قدامها؟ معناش كل شيء له اخر لكن هي راحت فيه؟ مش معقول تكون باتت عن ممه مش معقول كمان تكون خرجت لان احنا لسه الصه 10 الصبح راديو و تلفزيون الحياة راديو و تلفزيون الحياة شوف مين يا ماتحة؟ نعم و أنت هنا؟ أمان ما بتقضيش لي يا أختي لما أنت هنا؟ الحمد الصباح تخير يا أستاذ ماتحة؟ أنا جارتكم بلسهنة جنبكم أهلا وسهلا و دي بقى صاحبتي نادي حضرات الأستاذ ماتحة يا نادي يا سلام يا سلام أنا سعيدة قوي بنعرفتك يا أستاذ ماتحة أنا متشكر قوي تفضلوا تفضلوا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا سلام اهدور يا سلام من دلوقتي بعدين بقول لك اضحك اضحك أهدورك صباح الخير يا متحة يا حبيبي نعم حبيبك لمؤخذة إذا كنا جينا نزور حضرتك في وقت زي ده نعم تظهريني أنا طبعا الناس كلها عاوزة تتعرف بيك إيه ده؟ بقى كده والله يعني هي كانت فكرة نتجة في الأول إحنا أصلنا كنا راحين لمدرسة لكن بقى قرينا المقالة اللي في الجورنات رحنا جايين على هنا على طول علشان نقابلك شايفة شايفة يا نادية الأجنحة اللي على ايديه أجنحة؟ إيه اجنح دي؟ ملاك ملاك يا نادية مش إنساء؟ وإيه ده يا أخوك الأيه؟ انبسط 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 هو على طول نادية بقى راحت ميسمياك راجل أحلمها لا ده مش ممكن أبدا سام دول ما نقول يا خارج أنا كنت عايزة أقولك حاجة يا أستاذ مدح ما فيش مانع تفضل أنا بتمنى من كل قلبي أن أتجوز واحد زيك زي ألا؟ متشكر متشكر قوي وأنا كمان من كل قلبي أتمنى أن نتجوز واحدة زيك تفضلوا تفضلوا ترياحوا ايه مش انت اللي بتقولي لي أدحق تحبوا تشتابوا ايه؟ لا إحنا عاوزين من حضرتك خدمة بسيطة جدا كل سرور أي ممكن تنجيلي هنا؟ نعم أمضيلك إيه أمضيلك دي؟ أيوة في الأوتوغراف بتاعي ده فأول صفحة اتفضل القلم هون يعني أمضيلك اسمي يعني؟ أيوة يا سيدي اكتب من متحط إلى نديح لعل زواجها يكون أغنية جميلة مثل زواجي نعم بتقولي إيه؟ تسمع سام؟ repayurm إيه اييه اكتب اللي بتقولك عالي اكتب أكتب يأكتب أكتب وأنا هاخص علي باجه الفضالي يا سيدي اهو لعل زواجها يكون اغنية جميلة مثل زواجي اه فضالي متشكرة متشكرة ما pansم يق Child العفو العفو قو يها نفسي واي وأنا كمان يا أستاذ متحك تسمع تمديلي في الأوتوغراف بتاعي هنا في الصفحة الاخرانية شميعنا يعني انت بقى في الصفحة الاخرانية اصلا كل صفحات اتملت بلعبت الكورة ومش فاضي لصفحة واحدة هاتي يا الستي وامري الى الله اكتب لك ايه بقى انتر اخرى ايه يا حاجة انا ما اهمنيش مدام بخطك الجميل فيه بنات ما بيفكروش الا في شكل الراجل لكن انا بقى لا من رأيي ان قام حاجة في الراجل هي اخلاقه مفيش احسن من الاخلاق الكويسة شوف مثلا انت بتعامل مراطك كويس ازاي مين انا اه ايوة يا مدحط ايوة فيه احسن من معاملتك ليا معاملتي انا طبعا في حد في الدنيا يقدم لمراطه ديا بمية جنيه اوه يتلقى فين الراجل اللي زي دا يا اخواتي يتلقى فيه انا ان شاء الله لما حتجاوزي استاذ مدحط هاعمل بالضبط زي مراطك لا ايوعي ايش اسقط اسقط ايه حكاية؟ الجماعة تقول مجانين ولا ايه؟ بعد تقول لي غير بتاع الكورة والتانية تقول لي اغنية جميلة دي اغنية تانية يا سلام يا سلام على الزواج المثالي يعني عليك بردة خدي بالك منه يا سيام هانم احسن لو يمبصّلوا قوي لا يا دي مجنونة راسمي امبسط 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 ايوه ما نحطرش من الامبساط الله الله انا انا بمبصت قوي لما بشوف اتنين ما يتجوزين وبيتخنقوش مع بعض بحس ان هي دي السعادة الحقيقية فعلا نقطة ودعين ده نظام نائدة ايوه اه ايوه انا حرم الاستاذ متحط اه بتسمحلين ان نستأذن بقى احنا يا استاذ متحط ليه ما هو بدر لا 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 معلاش كفاية كده يا غراب يتجنيه يا اخوات يتلقى فين راجل زي ده اه كل سنة منت طيب يا استاذ متحط منت طيبة مع السلام الله سلام بس في ايه قول ليه لي بقى ايه الحكاية دي انا مش فاة انت ما قاررت ش مجلة الايام النهاردة ولا ايه لا ما قاررتها اش طب اراها هي موجودة عندك على المكتب على المكتب اقنوب انا اي سعينة متشكلا يا خبر زي بعضه حاضر الحد ان كيوبيد Laval impar kilpir يقوم على حراسة هداية الأساس متحت لزوجته في عيد زواجهما ويغمد عين اللصوس عنها عن إيه؟ عن إزازة الريحة؟ ليه؟ هم مش أصدهم كده كلمل وإنت تعرف آه وبطريقتها الجميلة اللطيفة الهادئة تعلن حرم الأستاذ متحة السر وراء سعادتهما الزوجية فارغط قالت لمندوبتنا بالأمس إن السر وراء هذه السعادة واحترام كل منهما للآخر فإن متحة يعرف جيدا ما دعفه وكرمه بالنسبة إلي هي سامي الحكاية؟ بيتريع علينا ولا إيه؟ كمل كمل كمل؟ حاضر يا ستي كان من الجائز أن يعفر اللصوص على هدية زوجي لي في عيد زواجنا ويسرقوها ولكن إحدى اللي نستطيع أن يسرق منا سعادتنا وحبنا الكلام ده غلط غلط في غلط في غلط أنا لازم أكدبه وليه ما نخلهوش إحنا حقيقي؟ يعني إيه؟ يعني ليه ما ننفس الكلام اللي قالته المحررة على لساني في المجلة صحيح مش أنا اللي قلته لكن مش جايز الظروف خلت السرقة دي تحصل علشان نتنشر الكلام ده في المجلة ليه ما نحاولش نبتدي من جديد ونصلى علاقتنا ببعض ونخلي الاحترام متبادل بيننا يولد حب؟ تفتكري؟ تفتكري أن فيه أمل يعني؟ إذا كان عندك نية صادقة صحيح يبقى فيه أمل أنت من شوية كنت بتنسل دور الزوج السعيد قدام البنتين اللجوم علشان يبركوننا ليه ما تخليش التمثيل ده حقيقي؟ أنا شخصيا مستعدة لكل كلمة قلتها للمحررة على لساني في المكلة أنفزها وانت مستعد؟ أكون كريم يعني وحكاية الاحترام المتبادل اللي بتقولي عليها دي؟ بس أنت كمان لازم تنفذ الكلام اللي كتابته المجلة الاحتناق باللبس وما تكونيش طماعة وترضي بالدهولك أنا مستعد وهو كذلك في الحالة دي أنا بقى يعني أنا ما عنديش مانع نقوم بالتجربة دي وإن شاء الله التجربة دي حتكون نجح دلوقتي بقى أستعدي عشان نستقبل الضيوف لازم يبان علينا أن إحنا إيه أسعد زوجين على طول إن شاء الله كنا مع أسعد زوجين تأليف أحمد حلمي بطولة أبو بكر عزة خيرية أحمد زوزو نبيل إيمان علي محسن متولي علواني وعادل مصلحي سجل التمثيلية حسين عهدي وعبدالله عبد الحليم ساعد في الإخراج عادل شحاتة أسعد زوجين إخراج مصطفى أبو حطب وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يارب تكونوا استمتعتم بهذا العمل الرائع وانتظرونا في أعمال أخرى قادمة بإذن الله كان معكم راديو تلفزيون الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر